السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إلى درسين جديد إن شاء الله في هذا الدرس سوف نتناول المتطابقات التكعيبية فرق مقعب أي حدين ومقعب فرق ومجموع حدين في البداية إذا كان عنا أي تكعيب ناقص بي تكعيب يساوي المقدار الأول ناقصا المقدار الثاني A-B في A تربية زائد AB زائد B تربية طريقة سريعة من أجل حفظ القوانين القوانين نوعا ما صعبة في البداية إذا كان عنا هون ناقص A تكعيب ناقص بي تكعيب أول ما نأخذ A ناقص بي حالة بعدين هذا القوس هو نفسه شكل المتطابق التربيةية بس هون ما في اثنين A تربية زائد AB زائد B تربية اللي هو شكل المتطابق التربيةية ولكن من دون اثنين إذا بنخذ A ناقص بي فيه A تربية زائد AB ثابde B تربية الإشارات تخت混ности والعناقص ناقص توصيح كلهم زائد إذا كان زائد عندي كون زائد زائد هي بتصير ناقص وهي زائد A تكعيب زائد B تكعيب هي A زائد B دائما هي الإشارة أول إشارتين مثل بعض لابشان نحفظها أول إشارتين دائما مثل بعض a تكعيب زائد B تكعيب بان mb B أزد B وبأي تربية زائد AB .. زائد B تربية إذا كان عندنا A أزد B بالكل ط back هو مكعب الأول زائد 3 مربع الأول بالتاني زائد 3 الآول بمربع الثاني زائد مكعب الثاني بالناقص مكعب الأول و مكعب الأخير مكعب الأول و مكعب الأخير binصف... إذا كانت البي أول شيء أسوس فردية هون البي أسو فردي بجي معه نائس هون البي أسو فردي بجي معه نائس لما بيكون المقدار الثاني أسو موجب تربية لما يكون أسو زوجي بجي معه زائد إذن مكعب الأول مكعب الأخير الثاني الإشارة لما بيكون عب أخذ البي بأس فردي بحط جمبو نائس هون بي لحاله جمبو نائس هون بي قوة ثلاثة جمبو نائس من أولا عندي بي تربية اضحنا جمبو زائد قانون بي لمكعب الأول مكعب الأخير هون ناقص ناقص ثلاثة مربع الأول بالثاني زائد ثلاثة الأول بمربع الثاني الشكل لأي تكعيب زائد بي تكعيب هو نفسه مأخوذ من هون A تكعيب زاد B تكعيب هو A زاد B والكل تكعيب هدول أخذنا لثلاث A ب عامل مشترك ضل عندي جوه A زاد B ونعناه للطرف الثاني صارت ناقص يعني A تكعيب زاد B تكعيب نفسه A زاد B والكل تكعيب ناقص ثلاث A ب زاد بين الضروبة بA زاد B هذا القانون ما أخذ من هذا القانون نفسه والشكل الثاني لأي هنا عندي ناقص B تكعيب A ناقص B تكعيب ايش عملنا أخذنا كمان هدول لأي تكعيب والناقص B تكعيب هفنا هؤلاء حالون A تكعيب ناقص B تكعيب هفنا هده بالطرف الثاني A ناقص B وكل تكعيب هدول طالعنا الثلاث A ب عامل مشترك ضل عندي جوه A ناقص B نعناه للطرف الثاني طالع معي الشكل الثاني للاي تكعيب ناقص B تكعيب ولها ندعونا لنبدأ بالأمثلة وطالع لدي X تكعيب زائد 3XY تربيه يساوي 25 و Y تكعيب زائد 3X تربيه Y تربيه يساوي 39 إذا لاحظنا أن هدول الثاني فيهم تكعيب طالع دول إذا جمعتهم بطلع معي شكل المعادلة التكعيبية تعونا نجمع العلاقتين بالجمع سيطلع معي X تكعيب زائد 3XY تربيه زائد Y تكعيب زائد 3X تربيه Y يساوي 39 و 25 راح تعطيني 64 هدول إننا عبارة عن X زائد Y والكل تكعيب يساوي 64 بأخذ الجزر التكعيبي للطلفين ينتج لدي X زائد Y يساوي الجزر التكعيبي لل 64 هو 4 يساوي 64 بأخذ جزر التكعيبي للطلفين يتكعيب يتكعيب Y تربيه و X تربيه هذا الشكل المعادلة التكعيبيه جمعنا الطرفين مع بعض أعطتني X تكعيب زائد 3X Y تربيه زائد Y تكعيب زائد 3X تربيه Y يساوي جمع هدول التنتين أعطاني 64 هيا أعطتني X زائد Y والكل تكعيب يساوي 64 بأخذ جزر التكعيبي يتكعيبي طلع معي X زائد Y يساوي 4 دعونا لنأخذ مثالا جديدا هنا معطا لدي X يساوي جزر التكعيبي لـ 5 زائد 1 مطلوب منه X تكعيب ناقص 3X تربيه زائد 3X إذا تلاحظون هذا هو الشكل المتطابق التكعيبيه ولكن ينقصني 1 هنا يجب أن يكون لدي ناقص 1 لو كافي عنا ناقص 1 هذا الشكل المتطابق التكعيبيه جاهز إذن سوف نطرح 1 ونضيف 1 سوف أطرح 1 وأضيف 1 طرحنا 1 وأضفنا 1 حاليا هذا كامل صار هو عبارة عن X ناقص 1 تكعيب هذا هو X ناقص 1 تكعيب ولكن X موضع إلي في السؤال هي سوف أعود X بقيمته X سوف أعطينا إليها بالسؤال X سوف أعطينا إليها بالسؤال جزر التكعيبي الثالث للخمسة زائد 1 إذن مكان X سوف أعود جزر التكعيبي للخمسة زائد 1 هذا مكان X ناقص 1 ناقص 1 وكل قوة 3 زائد 1 ويساوي ناقص 1 زائد 1 يروحه مع بعض الجزر التكعيبي مع التكعيب يروحه مع بعض بيظل عندي هذا القوس كلياته ناتجه 5 زائد 1 والناتج النهائي ينتج لديه 5 زائد 1 الناتج 6 دعونا لنأخذ مثالا جديدا A قوة 4 زائدا A تربيع زائد 1 على A قوة 3 زائد 1 في البداية يوجد لديه مشكلة في البسط A قوة 4 زائد A تربيع زائد 1 دائما عندما تكون لديه أسس زوجية هنا يجب علي أن أفكر بالمتطابق التربيعي طيب هون رح أجي أضيف A تربيع وأطرح A تربيع ضفت A تربيع وطرحت A تربيع بعد ما أضفنا A تربيع وطرحنا A تربيع هدول الحدود الثلاثة صار عندي A قوة 4 زائدا 2 A تربيع زائدا 1 ناقص A تربيع اللي أنا طرحته قسمة A تكعيب زائد 1 هيتفعنا أنه تكتب A زائد 1 في A تربيع ناقص A B زائد 1 هاي هي عبارة عن A زائد 1 زائد 1 والكل تربيع ناقص A تربيع على A زائد 1 في A تربيع ناقص A B زائد 1 دعونا نكمل هنا لا يوجد B هذه B هي 1 قيمته طبعا بالسؤال إذن B هون لا يوجد قيمته 1 هي ناقص 1 هاي هون صار في عنا فرق مربعي حدين هاي صارت متطابقة هي عبارة عن المقدار الأول ناقص جزر المقدار الثاني في المقدار الأول اللي هو مجزور طبعا زائد الثاني قسمة A زائد 1 في A تربيع ناقص B زائد 1 وهو هنا في عنا اختصار ناقص A ياف هون هون في عنا اختصار A تربيع زائد 1 ناقص A A تربيع ناقص A زائد 1 دون مقاطية بوحما بعض والناتج النهائي رح يضل عنا A تربيع زائد A زائد 1 على A زائد 1 إعادة للتمرين التمرين الأساسي A قوة 4 زائد A تربيع زائد 1 دائما عندما يكون لدي أساس زوجية يجب علي أن أفكر بالمتطابقة التربيعية إذن هنا متطابقة تربيعية ولكن هنا لازم يكون عندي 2 A تربيع أفكر وضفنا أي تربيع وضفنا أي تربيع هذه المقادير الثلاثة مع بعضها حطيناها سوا ناقص A تربيع A تكعيب زائد 1 يعيبان عن A زائد 1 ب A تربيع الشكل الأساسي ناقص A B ولكن B لديها 1 إذن لا نكتب B زائد 1 الآن هذور الثلاثة مقادير هنا يبار عن A تربيع زائد 1 والكل صار تربيع ناقص A تربيع على A زائد B A تربيع ناقص A كما اتفقنا B قيمة 1 لا في دع نكتب زائد 1 الآن هنا لدي فرق مربع حد 2 هي جزر الأول ناقص جزر الثاني بجزر الأول زائد جزر الثاني اختص هذا المقدار مع هذا المقدار بقي لدينا A تربيع زائد 1 زائد A على A زائد 1 والآن دعونا لنأخذ مثالا جديدا